أعطيكم الصحة والعافية معاكم محمد باريكي تقنية الـ Near Field Communication قاعد تصير وايد كومن أكثر الحين قاعد نشوفها بشكل وايد كبير أنا أول مرة استخدمت جهاز كان ممكن سنة 2004 أو 2005 كان علي تقنية الـ NFC من شركة نوكي كان 6200 شيء شديد ما أذكر والله اسمه بس كان كرامشل وكان فيه Near Field Communication وانوثرائز موبيل أكسس وايد فيه مواصفات قاعد نشوفها الحين تشتغل عموما الـ NFC اشتغل بطريقة صحة على النظام التشغيلي مع الـ Android لم يقام يستخدمونه مع الـ Android Beam انك انت تقدر تحط جهازين مع بعض وتقدر توصل ما بينهم ببعض بيانات فهذا هو الـ NFC بس فيه شركة اسمها الـ Dimple وشركة Dimple سويت لنا أزرار تشتغل على الـ NFC تلصقهم على الجهاز من الخلف مكان الإشعار مع الـ NFC ويصيرون دقم تقدر تستخدمهم وانت تحط كل الدقمان شنو تسوي فهتكامع عن الـ Dimple سلام عليكم ورحمة الله الـ Dimple اللي عندي هنا لون الأصفر وفيه أربع زرار لاصقهم على جهاز Motorola Moto X اسدار الثاني الـ Dimple علشان تشتغل بطريقة صحيحة لازم تركب على جهاز يكون مصنوع من بلاستيك بولي كوربينت أو غلاس إذا كان عندك تلفون مصنوع من ستيل نفس الـ HTC ما رح يشتغل عليه فهارد لوك اللي عندهم HTC ما رح تشتغل عندهم هذي الدقم فالإشعار ما للـ NFC بس انت تحطه يمه رح هو يلقط الـ Dimple وبعدين تلقائي رح ينزلك بالـ Google Play Store عشان انت تنزل البرنامج اللي يتحكم بالأزرار الموجودة من الخلف عشان انت تقدر تحط الوسائط أو شنو الشغلات اللي انت تابيها تصير لما انت تضغط الدقم اللي موجودة من الخلف يعني على سبيل المثال حين أنا حاط مثلا أول دقمة وهي الكاميرا اشتغلت آخر دقمة هني واتساب آخر دقمة هني انستجرام ودقمة اللي بالنص حاط أنا في أفريد كونتاكت فأرجع مرة ثاني هني بالكاميرا هني حاط واتساب ويني حاط انستجرام كلها قاعدة تضغط على الدقمة ولي هي قاعدة تغير لياهم من مكان لي مكان فحركة حلوة صراحة وايد ستانست عليها وعملية يعني وما تاخذ بطارية ولا تاخذ شيء زيادة ولا تاخذ يعني أي نوع من العقل علشان تشغلها تلصقها تلقائي رح يهتوديك المتجر وتنزل انت البرنامج وعلى طول انت تحط البرامج اللي انت تتبهها وتشتغل فوايد وايد ستانست عليها ووايد حلو فقلت شاركوني الوناسة والفرحة فراح أسوي السحب حق دمبل ثانية كاهي عندي يديدة لحما بطلتها لون الأسود لانا مو كل من رح يحب لون الأسود نفسي فلون الأسود يهني عندي أربع زرار مرة ثانية بس سامحوني هذا السحب رح يكون بس حق متابعيني الموجودين عندي بالكويت لانا صراحة ما تسونا لانا احطها هذه بدياتش الواشحنها فبس إذا واحد من المتابعين بالكويتر تربحها أشوفك شو وأعطيك إياها وعلك بستين ألف عافية شون تدخلص سحب كل بساطة وكل سهولة ساو سكرين كابتشور بتليفونيكي الحين أو صور شاشة ديكواتي كيمبيوتر صورت؟ أوكي عقب ما تصور الحين حط هذه الصورة بإنستغرام سوي لي منشن سوي حاشتاج سلوركس دمبل رح أكتب لك إياها الحين تحت سلوركس دمبل وميشن خمسة من ربعك فولو إنستغرام ريتويت بتويتر وسوي لي سبسكرايب إذا أنت ما كنت أردين سوي لي سبسكرايب باليوتوب تدخل السحب أنا رح أتخل الهاشتاج الموجود عندنا بإنستغرام ورح أصيد كل الأسامي اللي سوت مثل ما أنا طلبت منها وإن شاء الله بإذن الله رح أسحب فايز وأروح أنا بنفسي أعطيه الدمبل وعليك بالعافية ساميحني بالكسور مرة ثانية حق بس متابعيني اللي موجودين بالكويت صور حطها بالإستغرام منشن خمسة من ربعك وبعدين حط الهاشتاج سلوركس دمبل لما أنت تنزلها بالإستغرام حطها اللينك عندك بتويتر إذا كان عندك حساب بتويتر وإذا أنت ما كنت أردين سوي فولو سوي فولو وإذا ما سوي سبسكرايب سوي سبسكرايب وإن شاء الله رح تدخل السحب رح إن شاء الله أسوي السحب بنص ديمانيا وقبل نهاية الشهر رح تكون عند واحد من المتابعيني اللي بالكويت مرة ثانية أستحسمحكم كل المتابعيني اللي بره لكويت فسموحه بإذن الله اليايات أكثر فسلامتكم تعيشون كان معنا هنا نظرة وايد سريعة عن الدمبل وشون تقدر أن تستخدم الدمبل والأنفسي والابتكار اليديد لصراحة من هالشركات شيء وايد حلو وبس سامحنا على طالب تصور أحمد بعذكي ثم الله الكريم